تختلف المجتمعات العربية بعض الشيء في استقبال شهر رمضان فالمصريون المتواجدون في بريطانيا وإن كان لديهم ما يجمعهم في الجاليات العربية الأخرى إلا أن لديهم طقوسهم الخاصة بهم ولنتعرف عليها عن قرب زرنا عائلة جابر بعد الترحيب الحار الذي قبلنا به من قبل العائلة لحظة دخولنا المنزل وهو ما يمتاز به المصريون استحبتنا ربة العائلة السيدة زينب إلى المطبخ لتطلعنا على أهم الأطباق التي قامت بتحضيرها نعم أنتوا بخير رمضان كريم علينا وعليكم وإن شاء الله نقضي سنة حلوة اجتنادي أنا بعمل ملوخية والملوخية دي من الأكلات المصرية على شرط المشهورة قوي على الصفرة في مصر أو هنا في لندس سمحة نعرفك على الأكلات المصرية بتاعتنا عندنا جل جلاش في الفتر سموسة المحشيات وأكل حاجة بقى يس المسقعة مع الفراخ والجبنة والملوخية والمحشي بقى طبعا من الأكلات المشهورة في مصر ولد اقتراب موعد أذان المغرب تتساعد النساء على تحضير مائدة الإفطار وعندما يحين موعد الإفطار يكسر الصائم صومه بحبة تمر وهو تقليد لدى المصريين كحال معظم المجتمعات العربية ويتميز المصريون بشراب خاص بهم يتناولونه في رمضان وهذه أحد المشروبات الرمضانية التي تشتهر بها المائدة المصرية؟ نعم ده عبارة عن حليب ويتم يتقدم أول حجم النفتر بناخده على طول لأن ده مليان إنيجي ويمكن يبقى وكبه غزائية يعني كاملة وإن كانت تحاول العائلات المصرية التمسك بعاداتها وتقوطها الرمضانية إلا أن هناك ما يفتقده الشباب من أجواء تتميز بها بلدهم مصر الرمضان هنا في لندن طبعاً حل يعني عندنا عندي الميديا الفاملي هنا بس نحس في مصر أحلى بكتير يعني عشان فيه الأنوار والفاواليس والعيلة يعني والدوء هناك طبعاً تحسي برمضان الاختلاف الأجواء ما بين مصر وما بين هنا بتبقى صعب شوية خصوصاً لما كنا عايش لو أحدك لكن بيعوضنا عنها اللامة الحلوة والصحاب والعيلة خصوصاً زي هنا النهاردة كده بحيث أن أنا في وسط أهلي بحيث أن أنا في وسط ناس بحبيني بحبهم وبحيث برمضان بجد أجمل ما يميز رمضان لدى الجالية المصرية في لندن هو تجميع الأحبة والأصدقاء وأفراد العائلة الأمر الذي يصعب القيام به خارج أوقات رمضان سمع حمدان من منزل السيد جابر لندن بي بي سي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة